الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الإرهاب في إفريقيا الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت الدروس من خبراتها سابقة في الشرق الأوسط وفي حربها مع داعش لمدة عقود مختلفة كثيرة ولقد أخذت الكثير من الخبرات فيما يخص الأمن لذلك لديها منهجيات مختلفة في مواجهة الإرهاب ولقد حققت نجاحات كثيرة وعندما يكون هناك مشكلات عديدة خص الأمن كما كان يقول الزميلية في إفريقيا وفي مالي وننجيريا على وجه الخصوص فلذلك لابد أن يكون هناك تضافر للجهود بين الدول العالمي برماتها ولابد أن أخذ تدابيرها المختلفة من أجل محاربة الإرهاب هناك في تلك الدول ونحن نعلم أن هناك استراتيجية أمريكية متشعبة ولكنها لا تعتمد على الوقت المتحدة وحدها ولكن هذه المنهجية تضم حلفاء مختلفين والكثير من المنظمات العالمية لابد أن تتدخل والمهم هو أيضا مساعدة الشعوب الإفريقية ومساعدة المنظمات الإفريقية فالمجتمع الدولي لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده ترجمة نانسي قنقر